وهذا الآن شارع طباء احترق كل شارع الأطباء من الرصافة إلى تكريت حيث حريق شارع الأطباء الذي سجل خسائر بالملايين خسارة من فاجعة كبرى في مستشفى بن الخطيب وصل فيها عدد الشهداء إلى أكثر من أرقام المرضى المسجلين في ذلك اليوم التي انفجرت فيه استوانات الأكسجين كان من المتوقع أن يخسر العراق شهداء في حريق شارع الأطباء لكن شاء القدر أن لا تكتمل القصة بفصولها المأساوية عشرة المستشفيات في بغداد لوحدها ترى تحت المجهر بحضر وخوف شديدين بعد الفجعات الأليمة هذا حديث إلى وجود تقصير واضح في متابعة الاحتياجات الفعلية لها استخدام توليد الطاقة عبر إحراق البترول كان له الدور الكبير في إضافة سيل التوقعات بمصير مستشفية أخرى أن تقع على قدر الله في حادثة تشبه حادثة بن الخطيب وهو من تشر من معلومات تؤكد تهالك المستشفى حديث آخر يذهب تجاه تسبب أحد المواطنين باستخدام الهيتر مع قنان الأكسوجين إن كانت شائعة أو حقيقة فاللوم يقع على الجهات الرقابية صحيا وأمنيا في حرام المستشفى لمتابعة أحوال المرضى ومرافقهم اتهام مباشر أيضا لوزارة المالية حول وجود تقصير في تخصيص مبالغ لدائرة صحة الرصافة وفي مجرى التحقيقات يشير تقرير لجنة الصحة النيابية إلى أن المستشفى لا يحتوي على منظومة إطفاء للحرائق منذ عام 2015 أيام حاسمة ينتظرها العراقيون للخروج بقرارات عاجلة سيما بعد التحقيقات التي سيتعامل معها القضاء العراقي بكل إنصاف وعدالة تماماً